قال أحسين الوجه المستشار الأعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن الرئيس ميشيل عون مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد إلى مقبل الطائف وأضاف الوجه في تغريدة على تويتر أن العهد القوي عاقب نفسه نكاية بالدستور هذه التصريحات تأتي ردا على اتهامات رئاسة الجمهورية اللبنانية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإصرار على التفرد بتشكيل الحكومة وقال البيان الرئاسي أن الحريري رفض الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون حول تشكيل الحكومة الجديدة وشن الحريري في وقت سابق جوما حدا على الرئيس عون مؤكدا أن دوائر القصر الرئاسي تحاول توجيه الاشتباك الحكومي في مسارات طائفية